السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء مستوى الأولى إعدادي درس اليوم النظام في يدالي في أوروبا العصر الوسيط الأقنان الأسياد الفرسان هذا الدرس هو درس مهم نظر لأنه يؤرخ فترة مهمة وهي فترة خروج أوروبا من العصور القديمة إلى العصور الوسطى وصولا إلى العصور الحديثة هناك ثلاث أهداف يجب أن ننطلق دائما من الأهداف التعلم الهدف التعلم الأول توطيل الهجومات على أوروبا الغربية والوسطى خلال القرنين التاسع والعاشر وبداية النظام الفيودالي هنا نحدد دائما الإطار الزماني والمكاني أي أوروبا الغربية والقرن التاسع والعاشر ميلادي كذلك إبراز وضعية الأقنان في النظام الفيودالي في أوروبا العصور الوسطى وآخر هدف تعلمي استخلاص امتيازات الأسياد والفرسان في النظام الفيودالي إذن لننتقل إلى المقدمة دائما المقدمة الإشكالات تكون لهم علاقة بالأهداف عرفت أوروبا خلال العصر الوسطى ظهور نظام الفيودالي بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية فما المقصود بهذا النظام؟ ما هي الفئات الاجتماعية التي ظهرت خلاله؟ ما طبيعة العلاقات بينها؟ إذن كذلك في النظام الفيودالي نلاحظ أن ماذا نعني بالأقنان؟ فالأقنان نجد أن الأقنان هي فئة تكون مستعبدة مستبدة تتعرض لمجموعة من الممارسات ضعف الظلم الاستغلال الاسترقاء ثم يجب أن نعرف كذلك التراتب الاجتماعي بين الأسياد والفرس والأقنان إذن لننتقل إلى الخارطة لاحظوا معي هنا وطن على الخارطة أهم الهجومات التي تعرضت لها أوروبا الغربية الوسطى خلال القرن التاسع والعشر أي خلال القرن التاسع والعشر عنوان الخارطة شعوب غزة أوروبا الغربية والوسطى في القرنين التاسع والعشر ميلادي إذن نلاحظه هنا في المفتاح اتجاه الهجومات النورماندية إذن نجد أن الهجومات النورماندية كانت أقصى الهجومات الهجومات النورماندية فكانت أقصى الهجومات ثم اتجاه الهجومات الإسلامية كذلك الهجومات الإسلامية بالجنوب واتجاه الهجومات الهنغارية من الشرق والوسط إذن كانت هناك هجومات نورماندية وهجومات إسلامية بالجنوب وهجومات هنغارية من الشرق والوسط كلها هجومات انصبت على إمبراطوريا الرومانية في هذه الفترة تنقسم إمبراطوريا الرومانية إلى شرقية وغربية إذن في 395 ميلادية تنقسم إلى شرقية وغربية إلى حدود إمبراطوريا الرومانية سنة 476 تاريخ نهايتها تاريخ نهاية إمبراطوريا الرومانية 476 كانت تسمى هذه الحقبة بالعصور القديمة وفي سنة 476 و 1453 تبدأ العصور الغسطة إذن العصور القديمة من 395 إلى 476 وكذلك عصور الغسطة من 476 إلى 453 تبدأ العصور الغسطة وهي سنة سقوط عاصمة إمبراطوريا البيزنطية القسطنطينية سنة 1453 على يد العثمانيين هي التي تحولت إلى إسطنبول الآن 1453 بداية عصر النهضة الأوروبية إذن ماذا نقصد بالنظام الفيودالي؟ ترتب عن هجومات القرنين التاسع والعاشر عز ملوق أوروبا عن الدفاع عن شعوبهم فاحتمت هذه الأخيرة بزعمائها المحليين مما أدى إلى بداية النظام الفيودالي إذن فما نقصد بالنظام الفيودالي؟ هو مجموعة التقاليد والأعراف وأساليب العيش التي حاكمت العلاقات بين السيد الإقطاعي بأوروبا خلال العصور الوسطى والقن المرتبط بالأرض إذن كان غالباً يرتبطون بالأرض قطعة الأرضية والأقنان فلاحون مرتبطون بأرض سيدهم لا يملكون حرية مغادرته كما لا يمكنهم الزواج ولا الإرث إلا بإذنه